بسم الله الرحمن الرحيم اي حد عنده اطفال طبيعي في ظل صورة التكنولوجيا اللي احنا عايشينها بيوفر لهم تابلت او موبايل او حتى الابطول واحدة من الحاجات اللي بيستخدموها الاطفال هي اليوتيوب اليوتيوب موقع مشاركة فيديوهات لكن دايما فيه مشكلة في المحتوى تلاقي الاطفال بدئين بفيديوهات عادية خالص وبعدين فجأة الفيديوهات المقترحة تاخدهم لقناة غير مقبولة زي مثلا القناة المشهورة بتاعة سوبر هيرو فان او الاعلانات اللي بتظهر على الفيديو تاخدهم لمحتوى اكثر خطورة ومهما حاولت تعمل فلتر ببرامج تنقية المحتوى الفلتر بيعتمد على تصنيف الفيديوهات الفيديوهات للأسف نتصنفها انها منصبها لأطفال فحتى برامج تنقية المحتوى هتسمح بمرور العبس بالاضافة ان انت لا تستطيع اضمن قوائل ممكن بكرة يكون فيه فيديوهات اسوأ من هذا وبدل ما نحاول نعمل فلتر للمحتوى انا جاءت لفكرة مختلفة ايه رأيك؟ لو عملنا قناة يوتيوب خاصة بنا نعمل وتعمل على الشبكة ونحن نتحكم في الفيديوهات التي موجودة بها يعني شيء بسيط او شيء متقدم مثل هذه هذه عبارة عن تشانل بسيطة خالص فيها مجموعة من الفيديوهات تشانل بتاعتنا لوكل نقدر نشغلها على اي جهاز سواء كان موبايل او تابلت او لابتوب جوه الشبكة اللي جوه البيت يعني حتى لو مفيش انترنت تشتغل وانت اللي تتحكم في المحتوى بتاعها يعني لو عندك كمان فيديوهات خاصة بالاسرة او بالبيت هتحطها وتبقى متاحة لكل الناس اللي جوه الشبكة بتاعت البيت يتفرجوا عليها وانت متطمن ان محدش من بره البيت يقدر يشوف ان شاء الله الضوء التدريبية دي هحاول اخلاصها اثناء جهازة العيد بحيث ان بعد العيد تكون متاح دعواتكو والله المستعان